طلابي الله يعطيكم العافية وصلنا إلى قاعدة أسلوب التعجب بعد أن انتهينا من المصادر الصريحة أسلوب التعجب درس بسيط كيوت حلو ممتع سهل بسيط السؤال تستطيع أن تأخذه بسهولة وهو يأتي سؤال واحد من أربع علامات طيب أسلوب التعجب أستاذ أسلوب التعجب ينقسم إلى قسمين سماعي وقياسي سماعه إيش قياسي أقول أستاذ هذا زي المصادر الصريحة آه بس هنا السماعي بنفس الأسلوب التي فهمناها من هناك وهو أنه سمعنا من العرب أساليب لغوية بس نحكيها نعرف أنه يتعجب أنت لما تشوف إشي يعجبك واو هذا في الأجنبي لا إحنا بدنا بالعربي شو بنحكي سبحان الله إذن من السماعي سبحان الله طيب ليش سميناه سماعي لأنه لا نستطيع أن نقيس عليه ما من يقدر يجيب فعل نعمله زي الأسلوب هذا وبرضه لما يفوت عليك أبوه يقول لك الله الله يفتدرس الله 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 هذا أسلوب تعجب أيضا سماعي أيضا ما شاء الله جبت علامي كاملي ما شاء الله إذن هذا أسلوب تعجب سماعي وأيضا لله دره لله دره تعجب سماعي لله دره كفارسا لله دره الأستاذ إلى الآن مستيقبض حتى ينشر لكم بعض الفيديوات والساعة الآن الثانية بعد منتصف الليل فلا تنسوني من صالح الدعاء فهذا أسلوب تعجب سماعي وأي شيء ليس من التعجب السماعي آخر علامة التعجب يعتبر تعجب سماعي ليس من التعجب القياسي أي تعجب أي جمل التعجب ليست من أنواع التعجب القياسي فيعتبر تعجب سماعي مثل ما أخذنا بتتذكروا في أساليب اللغوية اللي أخذناها أساليب الإنشاء وين أخذناها؟ طبعا العلمي أخذوها في سورة آل عمران تتذكروا؟ لو قلنا إنه الاستفهام مثلا كيف كيف وصلت أنت من الزحامي تفيد التعجب فهذا يعاد تعجب سماعي وكذلك الطلاب الأدبي أخذوها في أساليب الإنشاء الموجود في البلاغة طيب ممتاز إجمالا أنا شو بدي أعمل يا أستاذ بدي أحفظ هذول الأربع جمل شو بيجي عليهم أستاذ استخرج أو إذا بدي يسهل علي أكثر بكل يميز التعجب السماعي من التعجب القياسي ممتاز بحفظهم وبرد عيد هذه الملاحظة لليش على أساس أحكي لك أي تعجب غير قياسي اللي رح نأخذهم اللي هي عبرة عن صيغ مثبتة وواضحة شو بدي يكون بدي يكون تعجب سماعي طيب أستاذ شو هو صيغ التعجب القياسي بحكي لك إلو صيغتين الصيغة الأولى على وزن ما بيجي بعدها أفعل وانتبه على الهمزة ضرورية أفعل لا فتحة زائد اسم آخره برضو فتحة تعجب وإذا اختلفت الحركات بيختلف الأسلوب يعني إذا كان ما أفعل والاسم آخره فتحة بيكون تعجب ما أفعله والاسم بعدها مجرور بيكون استفهام ما أفعله وبيجي بعدها الاسم عليه ضمي معناته نفي شوف كيف وهذا الكلام موجود في فيديو نشرته من دقيقة تقريبا يعني حجمه دقيقة أو وقته دقيقة موجود على اليوتيوب موجود على كذلك جروبات الواتس ما أفعله وأجي بعدها اسم مثال مثال ما أجمل السماء فتحات ممتاز شو ممكن يسألني يا أستاذ ممكن يسألني عدة أسئلة من ضمن هذه الأسئلة اضبط ثم يحكي لي أضبط شو بدي أحط له فتحات فتحات فتحة فتحة الثاني صوب على نفس الحركة بيحكي لي صوب فبيجي بيقول لي ما أحسن الرجل وبيجي بيحطي لي علامة تعجب بيحطي لي خط تحت الخطأ فشو بعمل بذكر إنه هذا خطأ بحط أحسنة إذن ممكن يجي إيش صوب الخطأ ممتاز إيش كمان ممكن يجي ممكن يجي أعرب طب أستاذ مطلوب إعرابها هذا فقط مطلوب إعرابه أما السماعي غير مطلوب إعرابه السماعي السماعي غير مطلوب إعرابه لكن هذا مطلوب إعرابه وإعرابه ثابت مطلوب إعرابه وإعرابه ثابت شو يعني عرابه ثابت يعني ما بتغير يحفظ يحفظ فنقول كالآتي ما أجمل الأستاذة شو العراب ما اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أجمل فعل ماضي جامد لإنشاء التعجب مبني على الفتح والفاعل مستتر فاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما والأستاذة مفعول به منصوح بالفتحة والجمل الفعلية والجمل الفعلية في محل رفع خبر أي خبر خبر المبتدأ اللي هي إيش اللي هي ما اللي هي ما طيب منتازه هذا يا أستاذ ثابت للجميع طبعا ما أجمل السماء ما أشد الرجل ما أسهل الامتحانة نفس الإعراب ثابت يحفظ مثل ما هو إذن مطلوب إعرابه مطلوب ضبطه مطلوب التصويب وكذلك مطلوب سؤال عليه رح نوخده بس نوخد النوع الثاني أما النوع الثاني الصيغة الثانية هي أفعل أفعل طلع نفس أفعل هون بس بكون عليها سكون بدون ما بدون ما و بيجي بعدها ب وبيجي بعدها اسم مجرور بالكسرة مثال أجمل بالسماء أجمل بالسماء أكرم بالرجلي أو أكرم بأخيك إذن هذا أسلوب تعجب إيش قياسي إذن في عندي إيش كم وزن قياسي وزنين هذا وهذا طب هذا مطلوب إعرابه لا غير مطلوب إعرابه غير مطلوب إعرابه ليش أنه مش موجود في الكتاب بس لو بدي أعربه شو أعربه أفعل فعل ماضي جامد جاء على صيغة الأمر لإنشاء التعجب الباء حرف جر زائد والاسم اللي بعد الباء اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل إذن هذا الإعراب غريب شوي لكن غير مطلوب أما هذا إعرابه سهل وثابت ما بتغير إذن شو بيجي عليهم اثنين بيجي استخرج ممكن يجي أضبط هذا كسرة السمائي أخيك لأنه من الأسماء الخمسة ننتبه ما أكرم أخاك مفعول به من الأسماء الخمسة ينصب بأخيك لأنه اسم مجرور طيب استخرج أضبط صوب هذه من الأسئلة لكن في عنا السؤال بيجي عليه إيش هو يا أستاذ السؤال تعجب من يجي سؤال تعجب من اللي هو نفسه صغ سلوب تعجب نفس الكلام من إيش بعطيني جملة مثلا أجي في أسئلة الوزارة غزارة المطر بيمكني أحكي ما أغزر المطر أو أغزر بالمطري هاي الصيغتين أما الصيغة السماعية ما بعملها فقط الصيغة القياسية طيب يا أستاذ أختار هذو لها طبعا أنا بختار اللي فوق أحسن وأسهل على لساني اللي تحت شوي ثقيلة على اللسان بس متخاف يجيك سؤال هيك تعجب من وأعطاني جملة تعجب من وأعطاني جملة إيش الجملة مثلا جمال الحرية لكن شو حكى حكيك الآتي بصيغتين بصيغتين قياسيتين أحط لك عليها أربع علامات هاي طيب ليش تأيب بصيغتين قياسيتين لأنه الوزارة بتعرف أنه الطالب بحبش يستخدم هذه الصيغة أفعل بيه فلما يجي سؤال تعجب منه خصوصا أنه تكرر فيه ثلاث دورات سابقة بالتالي شو بلجأ لللي فوق فبقولك جمال الحرية ما أجمل حرية لكن بحبش أعمل على وزن أفعل بيه لكن ممكن يضبط لي إياها السؤال يقول لي بصيغتين قياسيتين فلازم أكون حافظ الصيغتين فبقول ما أجمل الحرية أو أجمل بالحرية وانتبه على الضبط وتنساش علامة التعجب حتى تأخذ العلامة الكاملة طيب وأستاذ أنا بحرفش أشطق من جمال من غزارة المطر من كذا أفعل فيه طريقة ثانية ممكن أستخدم هذا الأسلوب أحط ما بحط كلمة أشد أو أجمل أو أحسن من جبتي وبحط الجملة غزارة المطر مثلا عظم الأم وبحط علامة التعجب ممكن أستخدم وتصحح ستكون صحيحة طيب نأخذ أسئلة على أسلوب التعجب بشكل أهم ممتاز بيجي بعطيني كالآتي لله در اللغة العربية فيها من الاشتقاق ما تسعد النفس و وإسعاد النفس في بلاغتها تمام فما أحسنها أو أحسنها الآن هذا نص نص كتبته بدأ أحط في أكثر من شغلي أولا بحكي لك استخرج شو أستخرج يا أستاذ استخرج أسلوب تعجب السماعي أو أسلوب تعجب قياس أستاذ في فرق من أنه يحكي الاستخرج أسلوب تعجب وجملة تعجب جملة تعجب يعني بدأ أكتبها لحد علامته التعجب أسلوب التعجب اللي هي سبحان الله لله دره الله الله ما أجمل أجمل به هذا أسلوب لكن تأخذ رأيي تكتب من بدايةها حتى علامة التعجب في كل الأحوال عشان ما تخربط بالتالي بدور على علامة التعجب هاي علامة التعجب هاي علامة التعجب في عندي علامتين تعجب إذن في عندي جملتين هاي جملة وهذه جملة طيب الآن هذه الجملة هل هي تعجب السماعي ولا تعجب قياسي لله دره اللغة العربية آه أستاذ أخذناها في الجمل تعيد التعجب السماعي إذن باكتب له لله در اللغة العربية وبكمل لحد علامة التعجب والتعجب القياس إذن الثاني رح تكون ما أحسنها وبحط التعجب الآن حكالي أعرب ما أحسنها ما تعجبية اسم ممنع للسكون في محضر فعل متدأ أحسن فعل ماضي جامد ممنع الفتح لإنشاء التعجب والفعل ضمي المستتر والهاء ما بحكي عنها مفعول به بحكي ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به فإذن إذا أجى بعد أحسن ضمير بعد أفعل ضمير نفس الإعراب مفعول به بس عشانه ضمير بنحكي ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به طيب لو حكيت استخرج أيضا مصدر خماسي وربعي وثلاثي قام بعملية قام بعملية الإشتقاق عد الحروف 1-2-3-4-5-6-1 إذن هذا خماسي قام بعملية إسعاد عد الحروف 1-2-3-4-5-6-1 إذن 4 إسعاد رباعي قام بعملية البلاغة بلاغة هاي ثلاثي إذن أنا استخرجت أسليب تعجب أعربت وكذلك استخرجت المصادر ممكن يجي يحكي لي تعجب من سهولة الأسئلة إن شاء الله الأسئلة سيجي سهلة في امتحان الوزارة وأشوفكم جميعا إن شاء الله ناجحين فبإمكاني أحكي ما أسهل الأسئلة أو بحكي أسهل بالأسئلة والله أسهل بالضحف أسهل بالأسئلة إذن هون استخرجت واستخدمت وتعجبت وأعربت وضبطت وبهذه الصورة أنا أستطيع أن أقول أننا انتهينا من أسلوب التعجب ما عليكم إلا التدريبات الموجودة في الكتاب أن تتدربوا عليها وأن تتقنوها لأن أمثلة الوزارة كثيرا ما تكون من أمثلة الكتاب أو شبيهة فيها وفي هذا الوقت المبارك وفي هذا الليل وبيني وبينكم ولا يعلم ذلك في هذا الحين إلا الله أسأل الله أن ينجحكم وأن يوفقكم وأن يذيقكم طعم النجاح وطعم التفوق أسأل الله أن يقر عيونكم بالنجاح والتفوق أسأل الله بهذا الدعاء أن ينجحكم وأن يحقق مرادكم وأن يحقق مرادهم إن الله على كل شيء قدير طلابي اعتكم العافي وشكرا لكم